أهمية ودلالات هذه الزيارة لمستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد وما هي الملفات التي يحملها مساكم الله بالخير حياك الله نلتقي على قناة الغد من لندن ونمسي على ضيفنا الكريم من طهران الحقيقة دلالات زيارة مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة دلالات لها فرص كثيرة جدا في منطقة الخليج دلالات تحمل ملفات المصلحة المشتركة ودلالات تؤكد على أن حسن الجوار هو دوام للاستقرار هناك ملفات اقتصادية وملفات تبلورت بعد جائحة كورونا لا شك أن التقارب الإماراتي الإيراني تفرضه واقع الجغرافية السياسية تاريخ العلاقة بين الطرفين وفرصة تنمية هذه العلاقة على مستوى اقتصادي وتكنولوجي والحقيقة أن أنا أنطلق أيضا من تصريح رئيس المجلس القومي الإيراني الأدمرال علي شامخاني نعم علي شامخاني وكانت فعلا دلالات واضحة أن التعاون وتبادل المصالح وتطوير العلاقات فيما بين البلدين لا شك هذا سيمهد كثيرا في حل حلة وتصفير المشاكل الموجودة وهذا يعطينا بارقة أمل لظرف الأقليم يمر بمراحل تحتاج إلى قرارات شجاعة لأغلاق وتصفير هذه التحديات إذن أريد أن أفهم منك هذه النقطة كما ذكرت دكتور عبدالله حركة دبلوماسية نشطة لألغاية وعلى أعلى المستويات في المنطقة ما الذي يحصل في هذه المنطقة والأقليم هل نحن فعلا أمام توجهات حقيقية لتصفير المشاكل البينية والتفات إلى التنمية وتحقيق مصالح وأمال الشعوب أنت سبقتني بالقول الحقيقة أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات أخذت لها مسار هو ليس جديد أساسا السياسة في خدمة الاقتصاد والاقتصاد في خدمة الناس لو تكرمت علي بس أكمل الصيبة التي أريد أن أحدثك فيها أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات الحقيقة كانت جريئة وأخذت على نفسها أن تحقيق الأمن والاستقرار في الأقليم تتشارك فيها أطراف فاعلة في الأقليم البداية كانت من العراق ثم اتجهت إلى تركيا ثم إلى دمشق وقطر والآن جئنا إلى طهران هذا المسار هو مسار واضح جدا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يدخل ضمن هذا المفهوم أيضا هناك تنشيط للعلاقات الاقتصادية في الأطراف المؤثرة في هذا الأقليم ودائما بلا شك نحو تصفير هذه المشاكل التي تتقاطع بين هذه الدول ترجمة نانسي قنقر